في فرنسا قضت أعلى محكمة إدارية بقانونية حذر العباءات في المدارس وقال مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في البلاد تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحذر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين ترجمة نانسي قنقر